من حق الطفولة سحى الموضوع مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جنحنا اليوم عندنا موضوع مهم جدا هذا الموضوع هو المعارضة مع التحدي سيلي تخو بلدو بوزيسيون اي دو ديفي إذا كنا نتكلموا على الاضطراب هذا مشي أي طفل يعارض ويتحدى يعني عنده اضطراب المعارضة مع التحدي تقول له لا تقعد يقول لك ما نقعدش بعد ماذا يحدث وش ريح بالاستدام نعود ونرجع إلى اضطراب المعارضة مع التحدي يتميز هذا الاضطراب بمجموعة من السلوك السلبي حيث الأطفال غالبا ما يرفضون كل ما يصدر عن الراشدين حستكم أولادنا تحت جنحنا الموجهة لكم يا أولياء تجيكم هذه الأسبوع بموضوع مهم هو المعارضة مع التحدي عند الطفل المعلم ما لازمش لما يرفض له التلميذ ويتعند وقال لا ما نديرش هذا الشي أو لازم ندير هذه ما لازمش الإصرار سوريانا يا أنتا نعم وإحنا المجتمع الجزائري ما نحبوش اللارت صح نحبو الديزارت نحبوش العوامر نحبوش النظام صح الطفل مليح أنك تكسب الثقة كما قالت الأستاذة وأنك تتعامل هي كلش كلش وطريقة كيفاش تعطيله هذوك التعليمات ولا كيفاش تتعامل مع الطفل باش تتفادى المعارضة مع التحدي روبوزيسيون حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجر حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة فلعب تحية بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان